انا قلتلك اكتر من مئة مرة انه هذا اللي بكرة رح يصير بس انتي ما كان بدك تسمعيني وحتى لو اسمعتي ما كنتي رضياني تصدقيني انا ما تخيلت انه في حدا ممكن يحب براتشي لهلأ ما عم بقدر استوعب هالشي رامبير معقولة اصدية رامبير من مستوى راقي رامبير شاب منيح يعني كيف شاب مثله بيقع بحب بنت مثل هاي انا لهلأ ما عم بقدر افهم ولا شي ما فيه شي مميز ابدا شكله موحلو وشخصيته اقل من عادية وفوق كل هالشي هي بتضل بتحكي على طول وما بتسكوت ابدا ومع هيك رامبير بيحبه بجنون انا ما عم بقدر استوعب عن جد طلعي فيني طلعي فيني انا شو ريا انتي احسن منها صدقيني لو كنت انا احسن منها كان رامبير موجود معي هلأ لو كنت الاحسن بنظره ما كان رامبير رحل عند براتشي بتعرفي شو رامبير قال لي الي انه هو بيحبني هو دايما بيقلي لما منكون سوا انه هو بيحبني كتير وانه ما في بحياته واي ابنته ما في حدا بياخد مكاني يمكن تفكيري اني عم اجزب وبعرف انك ما صدقتيني هداك اليوم بس انا بأكدلك انه هو تقدم لي بس يمكن انا غلطت بشي ما بعرف شو هو قصدي انه انا رامبير مع بعض من طفولتنا رحنا على نفس المدرسة ورحنا على نفس الجامعة وعايشين بنفس البيت عطول مع بعض كبرنا مع بعض كيف بيقدر يحب البراتشي اكتر مني انا تتذكري اول الجامعة تتذكري يوم اللي اجت براتشي عالجامعة وبعتت شاب لي لايقه هاي البنت كتير زكية قدرت تقنع الشاب تضربه كيف وبعدها هي حكت كتير شغلات قالت شغلاتي كتير غريبة ايه الشخصي اللي بيحبهين الناس رح يجي يوم عليه وينحط بنفس الموقف وينزل قدام كل الناس هداك اليوم انا عرفت انه هي البنت اللقيمة عم تحكي بشكل جدي تتذكري وقتها كيف اهانتني قدام كل طلاب الجامعة؟ هداك اليوم انا قررت انه دمر حياته وما سامحه بنوب بس هيك بنات ما بيتأثروا بشي ابدا هنين ممكن ينقزوا بطريقة واحدة بس اذا حبوا حدا وبعدين هذا اللي حبوا كسر قلبه وراحوا تركن وهاد هاد اللي قررت انه اعمله انا كنت بدي اكسر لقلبه ووجعه فقلت له لرامبير اذا بدوياني اقبل لعرض طبعه فهو لازم يكسر قلب براتشي بالاول انا طلبت من رامبير يحاول يتقرب منها لبراتشي ويعترف لبي حبه بس بس انا ما توقعت ابدا ما توقعت انه هالخطة هي هي اللعبة السخيفة وكل هاي الفوضى ممكن تخلي رامبير يحب براتشي عن جد انتي متخيلة دين بي هو اختار لبراتشي وتخلى عني انا ما بعرف شو اعمل هلأ هو اطلع بعيوني وقال لي انه بيحبني ومع هيك هو اختارها لبراتشي ما عم بادر افع معد الشي ريا رؤي شوي ما فيك تستسلمي بهاي البساطة انتي ليش عم تصبيك الغضبك على حالك روحي وطلعي كل عصبتك عرامبير ولازم انك تبعدي براتشي عن رامبير قبل ما يفوت القوان وتخسري كل شي انتي هلأ قلتيلي انه رامبير اتقدم لك هادي يعني انه بيحبك اليك انتي مو براتشي اه المفروض انك ما تضعفي وتستسلمي ابدا هي عم تسرقوا منك روحي واسترجعي الي نزل التردد الجديد لزي الوان واحد واحد اثنان سبعة سبعة الاستقطاب رأسي معدل الترميز سبع وعشرون الفا وخمسمائة معامل تصحيح الخطأ خمسة على ستة